اهلا بكم بحلقة جديدة من سلسلة برول ستارز بقناة الوان جن جن وان بحلتنا اليوم نقول لا هي يا بيبي لا هي يا بيبي هذا شعارنا لانه في عنا بطل جديد من برول ستارز هناكي عنه اه 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 انا كان بيبي في شوية تطويرات وتحديثات تنزل على اللابة هعكينا عن شوية سكنات واشياء جاية هخليكم رابط الحلقة الاساسية تبع برول ستارز لتشوفوا الاشياء اللي جاية بس انا هعملكون شي بونس غير باقي كله اليوتيوبرز بالعالم كله في هالحلقة انا اه اه احكي عن بيبي بعدين هفرجيكم بعض الاسكنات اللي هي لسه ما حتنزل بالجاية يعني او بالتعديل الجاية او بالباتش الجاية اه هي اسكنات لسه عم يشتغلوا عليها الشركة وبالتالي انتو بصير في عندكن متل اه نظرة مستقبلية بابل بالحلقة حنفتح سنديق شوي حنالعب شوي ونامل كل شي ونبلج حلقة مو من قول لا هي بيبي بيبي متل ما هو ظاهر قدامنا اه هو بطل اه يعني او بطلة اه حعمل بمضرب البس بول على ظهره هيك او ماسكته اه اه تعتبر من نظام التانك نظام التانك يعني اللي بتستحمل ضرب كتير اه بتضرب اه عن قريب ما بتضرب عن بيد يعني ضربة اه ميلي اعتبر بتضرب بس يعني مور الشاش او شي اه طاقتها خمسة الاف وثمانية وثمانين الاتاك دامج تبع الف وثمانمية وعشرين والسوبر الف واربعمية طبعا هذا بلون التلفيل والاشياء اه بنسبة للضرب تبع السيستم تبعه فيه شي جديد شو هو السيستم جديد اه عندها ثلاث ضربات اللي هي اه سوينج متل ضربة اه اي شي ميلي باللاب خليل نشبهها بالبريمو نفس مبدأ ضربة بريمو هلا الفكرة كلها اللي منقولها عن بيبي منقولها يا بيبي اه مننقول انه الضربة اذا كانت عندها الثلاث ضربات جاهزين كاملين معبايين فيه عداد جديد بيطلع هذا العداد اذا تعبع الاخير بيبي لما تضرب بتصير بتعمل بوش باك يعني بتتفش الاعداء لورا اه بالنسبة لها وهذا شي جديد ميكانيكية جديدة باللاب اه بالنسبة لها السوبر تبعه هي متلان تشوفه حاطة بابل قم او مسكة او علكة او الاسم بتحبوه بيتمه هوني بعينها بتنفخ طابة اه السوبر تبعه بترمي الطابة كبيرة بترميها هي الطابة ممكن تتجع الحيضان تضرب من هي ترجع تروح وترجع وكذا اه وبتعمل دمج لكل العالم وازا ضربت بقرنة صغيرة اي ملاحظة هيك صغيرة اذا ضربت بقرنة صغيرة فيها هيك زاوية اذا تجرجت طابة نفس الكاركتر نفس اللاعب هيك والكذا ضربة مو انه ضربة واحدة بس لا كذا ضربة اه بالنسبة للستار باور تبعه السرعة بتزيد لما اه يكون العداد تبعه اه معبعه الاخير اه وهذا الشي بخليه تعمل هجمة قوية ومنها كتير بعد ما حكينا عن بيبي خلينا نشوف اه شو هيطلع لنا ب اه ثلاثة سنة دقيقة هيك سريعين هدا واحد شوف ممكن يطلع لنا شي ضريف اه وبهذا الوقت بقول في عنا بطاقتين واحدة جوجل بلاي واحدة اي تيونز اذا حاب تشارك البطاقات كنا عليك تساويه انا تكون مشترك بالقناة عامل لك للمقطع وتشاهد المقطع من اوله لاخره اذا اه شاهدت المقطع من اوله لاخره السيستم لحاله بيدخلك بحسابك يلي باليوتيوب يلي شاهدت فيه اه اذا بعد ما فتحنا السرديجة اذا عبالي كتير من زمان مع العبت بي جي سي وعندي كل هدول انماط مفتوحة اه ما بعرف يشو بلش هبلش بالحصار ولا مرة اه وهلا كمان يعني متلع لكم بقبل حل احا استعرض لكم السكينات اه بقى خاني نلعب هادا الجيم بعدين نشوف شو السكين السرية يلي بدنا نحكي عليها اه حاولت جيب لكم السكينات اه اللي مشتغل عليها لابطال انتو بتحبوها شان هيك كمان ازا انتو بهمكن التسريبات وهدول الاشياء اه اللولي شو هنى الابطال يلي انتو كتير بتحبوهن كتبولي اهم تعليقات احاول انا اصير دور لكم شو عم الشركة عم تشتغل عليهم لهدول الابطال اه هم ماشي ملاحظين انو فريقنا ما بياخد ما بيدر ياخد براغي نهائيا يا شباب البراغي مصيبة البراغي مصيبة ممصيبة والله بس يعني ما بيموتوا واخدوا اول رجل الالي هاد الخبر معلوم منيح نحاول نناقس منطقة الرجل الالي منيح انه هو السعط ضعيف هاد بس هنشوف اده فين نوصله لا اتوقع ما حيعملنا ضرر كتير هاد اول واحد يلا منيح 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 لا ما في ضرر ما في ضرر شي بسيط اوكي هلا لازم ناخد بقى البراغي لان الوطا ما تتحمل هاخد هاد انا مش الحال اثنين صفر حلو تالت اخدنا هاد اخد البراغي وطار بايبر هون في براغي حلو كل كانت منيحة وحاخدها للبراغي وانا عم هيل توقع على رجل الالي النا نعم لازم نمشي مع المستر روبوت يلا يلا هيا بنا مثل انا وصلنا له نتطور توقع للسبعين نتطورنا الستة وسبعين ثلاثة ثلاثة البراغي براغي تعال نشوف شو هنساوي هلا هنقدر نتحكم بالنص ولا لا ما بعرف اقتل هاد ما فيني اخده خمسة خمسة توقع سبقناهن ما بعرف ما اخد هاد سبعة سبعة سبقناهن تسعة سبعة يلا هاي الهجمة كتير مهمة يلا يتمكن لو كان عشرة كان احسن بكتير بس ماشي الحال صابي مباشرة مات مات اذا 40% وصلنا لطاقة البرج اي ماكسرينج 2050 يا الهي هلا هنه عندن مش لهجمة قوية مشان هيك نحاول ما عرف اذا في امل انه نلحق نجيب براغي ما بعرف خمسة عشرة حاول ما فيني انه بسرعة اول ما اشوف برغي اخده بصراحة اوفي عن اللعب فاصل لا اللعب لي فاصل موقته اتناش ثمانة يا الهي عندنا نجمة هلا كتير قوية اللعب يا ليكو هاد اللعب فاصل او حرام نزع لنا الجيم يا الهي اجه اتخر كتير بس خلاص انتزع الجيم عنا اللعب فاصل نزع الجيم بس بكل احوال بصراحة حتى لو ما فاصل اتوقع على فرق البراغي ما كنا بنربح الفايت الاخير بنجي الى الاسكن الاولى اللي نحكي علينا مسر بيهي مزهر على الشاشة هاي الاسكن هتكون لفرانك هاي الاسكن بتوقع في ناس كير ممكن تحبه ما بعرف هي ظهري بنصف الشاشة حاليا بعتقد هاي الاسكن هتكون تغيير كتير لفرانك لانه هيصير شوي طالع عن شكله يلي انت متعود عليه يعني هلا ازا بنستعرض ورانا على الشاشة هدا هو فرانك الحال العادية شوفوا هداش فيه تغيير كبير بتحسه جميل السكن والله يحلو اللي بتعليقات هل هذا السكن بالنسبة لكم حلو لفرانك ولا لا هو السكن يعني ما له سيء نوعا ما لزيز جميل اه وحنفوت هلأ على جيم واجهة حازمة زوجي ما بعرف هيك هيك جاني الالهام انو هنفوت على الالهام على اه النمط الزوجي هيا بنا اه يا شباب مين صديقي صديقي ازا هو هاد الديناميك اللزيز ما فيني اخده لهذا الاختراع اخده حلو وضعنا ماله سيء بس بدنا كهرباء حلو ما في حدا هون كان شفت واحد هون لا لا تموت هيك حسيت ان شفت واحد هون ما بعرف حط هيل رفيقي شايف وضعه ممنيح اه بحاول اخد الكيل اللي اخدنا بيان تتفرق الهيل تبعي رحق قبل ما تروح قتلته حلو الكيل حروح اخد الكهرباء تبعه هيا اخده هيا اخده ماما هيا اخده ماما بيان فريق واحد صديقي لا تموت مات صديقي مات صديقي جيه حلو 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 مات صديقي مات صديقي وانتصار جميل والله حلو هذا النمط حلو عجبني وجعب علي عيده من ندمه جميل بس مو هلأ مع لاعب تاني اه اذا كان انتصار لزيز ومنروح على سكن تاني العيون الشباب سأب سكن خلنا نشوف صندوقين حلوين صندوقين هيك جعب علي صندوقين هاي واحد واحد ما فيه شي تاني يلا واحد تالت لعيون الشباب لعيون الشباب ها ما فيش اوكي اه بالنسبة للسكن التالية اه هي اه اتوقع هدا هو ريكو اه نتأكد بس من الشكل اه نعم هدا هو ريكو طلعوا الفرق هو هيك شكله بالوقت الحالية او هاي السكن اللي انا هتطلعاها اه هاي السكن العادية المهم ما علينا ريكو الملك اه هذا هو شكل ريكو المطور اه واضح انه السكن هي عبارة عن مكنة صرافة اموال اي تي ام متل ما بيقولوا اه بتحط فيها الفيزا بتطلع مصاري بقى هو الفكرة تابعه انه بصير بيطلع اموال بيرش اموال رش اه غريب السكن الولي شو رأيكم فيه هل تلاقوه حلو ولا لا اه انا لقيت متعوب عليه والوانه جميلة وغريبة وعملينه هيك من نمط اه مضحك اكتر ما هو نمط اه جدي اه بانه كانت ممتعة مباراة الزوجي حعيدة اه بس ان مع لاعب جديد ونشوف شو بيصير توقع تكون حلوة وفيه السكن الجاي والله بتوقع السكن التالية اه بالتسريبات هتكون حلوة هلا استنوا شوي منشوفها مع بعض ومنشوف شو وضع تعال شوف بهاي المباراة شو هيصير انا و ريكو اذا كنتوا ماما اوكي امامات اجيبو تعال حاصروا حاصرنا واخدنا الكل من الحماس ضرب كهرباء شريكي والله بدي ااخد الكهرباء شو ما صار طيب اوه في فايت حاول فوت على الفايت مشان ااخد ال اوه رفيقي جاي لك شيء هل سرية لان الوضع يتعبان كمان هل 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 نايس صر جاهز برا صعب جدا شريكه معه هيل شريكي تقطو كتير قليلة لانه واما والكهربائي بعد ما مات مشانك ما فيني اعتمد عليه نهائي وضعي انا مع كتير منيح وورا صعب وضع صعب حاولي لعبها بذكاء فات عليه والله قتلني مش شريكي عاشوا فيه امل صغير اذا الشريكي عارف يعمل شي والله ما قدر اذا مباراة حلوة كتير ما بدنا نخسر فيه كؤوس لانه وصلنا فيها للمرتبة الثالثة ولكن مباراة كانت جدا جميلة فيه متعة هذا توقع هو حاليا باللابه احلى نمط وخصوصا الزوجي الزوجي فيه وشي بس لازم تلعب مع صديقك حلو على السيرة فوتوا على سيرفرنا على ديسكورد فوتوا على روم اسمه برول ستارز غرفة البرول ستارز تلاقي لعبين معنا وتلعبوا مع بعض سنائيات او سلاسيات او يلي هو السكن التالية يا حبيبي متل ما هو واضح اه حبيبي الملايين اه كولت اه بعد ما عملو له اسكنات كتير واخرة هذا السكن وهذا السكن وهذا السكن اه كولت هلا عم بيشتغلو له على هاي السكن اه يلي هي متل رعاة البقر اسكن غريبة وحلوة ونوعا ما اه مميزة اه ما بتشوفها باماكن اه تانية كتير اه يعني اللي بيحب رعاة البقر والاشياء اقولولي كمان شو رأيكم بهي السكن قدم بتعطوها من عشرة كل السكن هتقول لي بكومنت قديش بي رأيكم بتعطوها من عشرة خليني نفتح صندوقين وبهالسيرة بقلكم انا بشكركم كتير على متابعتكم اه للحلقة اتمنى تكون ستمتعتوا فيها وقلولي كمان شو بتحبوا اقدم لكم ببرول ستارز كما اكون امر اوان جي جي ومشوفهم قريبة ان شاء الله ومع السلامة